عشية قمة السلام في سويسرا قال بوتين إنه بمجرد أن تتخلى أوكرانيا عن مناطق لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا داخل حدودها الإدارية وتسحب جيشها من هناك وتتعهد أيضا بعدم الانضمام إلى الناتو فإن موسكو ستبدأ السلام وإجراء المفاوضات ماذا يمكننا أن أقول؟ هذه التصريحات هي انذارات نهائية ولا تختلف عن جميع التهديدات السابقة الشيء الوحيد الذي نراه أنا وأنت حقا هو أن هذا هو إحياء للنازية وهذه موجة جديدة والآن هذه هي النازية الروسية وهذا ما يقوله بوتين هو أن نعطيهم جزءا من أراضينا المحتلة وغير المحتلة يتحدث عن عدة مناطق بدولتنا وسوف يتوقف ولن يكون هناك صراع مجمد الرسالة هي نفسها رسالة هتلر عندما قال أعطني جزءا من شكسلوفاكيا وسينتهي كل ذلك لا هذه كذبة تاريخية بوتين يتبع نفس المسار اليوم يتحدث عن أربعة مناطق وقبل ذلك كان يتحدث عن شبه جزيرة القرم والدومباس وتهديده ليس جديدا بالنسبة لنا وإنه ينتهك القانون الدولي ووصف مخالو بودلاك مستشار الرئيس الأوكراني تصريحات بوتين الأخيرة بالمجموعة المعيارية للدولة العدوانية أي تثبيت لمبدأ عدم الخسارة أمام روسيا سيؤدي حتما إلى المراحل التالية من هذه الحرب من المؤكد أن بوتين يفهم هذا جيدا فهو يحتاج إلى وقت لمزيد من العسكرة وزيادة الضغط العالمي وإطفاء الطابع الرسمي على تحالف عدواني من البلدان أو المنظمات المستعدة للتوسع في مناطق أخرى وبالطبع الشيء الأساسي هو أن روسيا لا تقدم أي سلام وببساطة لا تعرف ما هو السلام ولكنها تصر على استسلام أوكرانيا على الرغم من أنها تتكبد خسارة فادحة في هذه الحرب ولماذا الحفاظ على النظام بوتين الذي لن يستطيع أن يقدم مستقبلاً سوى الحروب وبما أن بوتين لا يريد السلام فالسياسيون الغربيون مقتنعون بذلك أيضاً في الوضع الراهن رأينا ما هو الموقف الروسي إنه بعيد كل البعد عن الواقع وعن الموقف الأوكراني وعن النتيجة المحتملة لدرجة أنني لا أعتقد أننا سنقض مؤتمراً بوجود روسيا في الخريف ولا نسير في طريق السلام إن أوكرانيا وشركائها في الغرب يحتاجون إلى الصبر وفي روسيا ما زالوا يصرون على أن مقترحات بوتين هي نتيجة للحقائق الحالية وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف بأن الغرب يرفض تنظيم المفاوضات على أساس عادل ومع ذلك فإن موقف كييف والدولة الحليفة لها لم يتغير فإن السلام ممكن فقط بالشروط الأوكرانية والتي وردت بوضوح في صيغة السلام الأوكرانية التي أعدها زيلنسكي وتمت مناقشتها في قمة السلام الأخيرة في سويسرا والذي حضرها أكثر من مئة دولة ومنظمة دون روسيا التي ستبقى مشاركتها محتملة في المستقبل ولكن في إطار معين لدينا تجربة ناجح للغاية في المفاوضات بشأن مبادرة حبوب البحر الأسود عندما تفاوضت أوكرانيا مع تركيا والأمم المتحدة ثم تفاوضت تركيا والأمم المتحدة مع روسيا بدل الاتفاق وكأنه وثيقة موقع بين تركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا وكذلك تركيا والأمم المتحدة وروسيا وفقا لرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف ليس لدى كييف خيار آخر سوى إعادة جميع الأراضي التي تحتلها روسيا حاليا وإلا فإن الأحكام العرفية ستستمر إلى الأبد إعداد ويليا جرانوسكا لقناة يو تيفي عربية